ساميح مرحبا سحور وسط ظلام دامس مخترقا هدوء شوارع بغداد ليلا يخرج المسحرات حاملا طبلته داعيا الناس للاستيقادي قبل صلاة الفجر من أجل تناول طعم السحور هذه المهنة المتوارثة من الآباء والأجداد لم تختفي بالرغم من اتخاذ السلطات إجراءات احترازية ووقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الهدوء أمر لم تألفه شوارع بغداد ثاني أكبر مدن العالم العربي هذه العاصمة التي كانت تعجو بالحركة خلال ليالي شهر رمضان لكن الوضع تغير بعد تفشي الفيروس وقرار منع التجول الذي اتخذته الحكومة لاحتواء الوباء ما دفع عناصر الدفاع المدني لنشر التوعية والتحذير من مخاطر هذا الفيروس وقت انتشار فيروس كورونا العمل الضعف هو من خلال التعقيم والتعفير وكذلك بث الإرشادات من خلال مكبرات الصوت سيارات الدفاع المدني أو من خلال المركز نفسه مساجد العراق التي كانت منتلئة بالمصلين خلال رمضان أصبحت الآن خالية هذه السنة والمصلون يؤدون الصلاة في منازلهم منذ السبعينيات ليومنا هذا ما رأيت أنه باب المزار الشريف للشيخ عبد القادر يغلق سيتذكر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان خلال فترة فيروس كورونا على أنه شهر مختلف كليا عن السنين السابقة فحظر التجول في بغداد لم يمنع المسحرات من الخروج إلى الشوارع والأزقة ضاربا على طبلته مؤذنا بقرب وقت السحور حسب توقيته كل حال ما مثل آبا الحائم